حج عامر حسين مساء الفل مساء الفل على ناطر بيه وتحياتي بديوفة المحترمين كل الناس بتسلم عليك وبتقدر جهدك ولك منا ومنهم كل التهية والاحترام مشكرك دايما ودايما في الفترة الاخيرة كنت مساء نتقوي لتنفيذ الشروط المرسلة للأندية ودي حاجة الالتزام بالشروط زي الالتزام بالتعاقدات فبالكالي الحقوق اللي ترتبط على الشروط المرسلة للأندية عبد الموسم اللي فات والناس تعبت ونس اخدت حقوق ما لا يزارش ان احنا نضيع حقوقها بناء على التعليمات والشروط اللي رايحة من اتحاد الكرة والمسابقات فبالتالي كانت مساندة قوية مع الحق ونتمنى ان شاء الله للأندية الحمد لله الموضوع انتهى وان شاء الله نتمنى طبعا التفريق لكل الأندية اللي بيما فيه صالح الكرة المصرية وده الهدف الوحيد للأندية كلها المفروض وللاستحاد وكل منظومة تاعة كرة القدم في مصر كلها وانا بشكرك على موقفك الذي لن ينساه التاريخ لانحنا في حقر زاوية مهمة ايا كانت الدفهات التي نحلم ونتمنى ان نتلشاها مع الوقت الا اننا بدأنا والبداية تحسب لكم تاريخيا مهما اعترض من اعترب محمد صلاح بقى بخبرات السنين حق عامر عبداء معك بدا ما بين العاطفة وما بين ان يكون اغلى لاعب في العالم انا باخد رأيك الشخصي دي الوقت مش مسؤول يعني انا رأيي الشخصي اتمنى ان يستمر في ليفربول لان مش هيوب عندنا هذا المكان والمكانة في يوم من الايام للاعب تاني الا بعد مئات السنين ربنا يا رب يجعله السنة الجاية بس صعب هل انت مع صناعة التاريخ ان يكون اغلى لاعب في العالم يعني ما فيش شك طبعا ان النجم محمد صلاح والكتب محمد صلاح عمل دعاية قوية جدا للكرة المصرية والرياضة المصرية في السنوات اللي فاتت وطبعا كلنا معصرين بدايته وكفاحه من اول لعبه القورة ومع المولين العرب والحقيقة كان الاهداف في كمة الروع الاهداف اللي كان بيجيبها في الدولة هنا اخد مشوار طويل جدا فانا من صبريتي الشخصية كان لعيب سالة ان القرار دوت اللي بياخده اللاعيب فاكر هو اللي بيحدد موقفه فبالتالي محدش يقدر يتحط في موقف الكتابة المحمد صلاح ويقول رأيه الا هو نفسه لان دوت اللاعيب القرى المفروض بخاصة النجوم والموخوبين بتبقى النفسية عندهم نمرا واحد شي واحد بيبقى مودي واحد بمزاج واحد بيحب كده فبالتالي هو هيقدر ايه اللي مريحه نفسيا عشان يقدر يدي مودي برضو المبلغ دوت كبير جدا بس يعليه مسئولية راجل عمل تاريخ برضو مساهل ان كانت تبايع تاريخك صح فبالتالي لازم لما تروح مكان لازم تأدي بنفس المستوى اللي انت باعدته بعد كده والعالم كله شافه فبالتالي هو نفسيته ايه وهو مرتاح لايه لازم هو الوحيد الوحيد اللي ياخد القرار المناسب اللي فيه مصباحة الكابتل محمد اه صلاح وبالتالي احنا كنين ببقى فحورين به وعايدينه بنفس الاداء لأطول فترة ممكنة. استاذ جمانون الدين انت مع ليفربول ولا ات حاج جدا? طيب لا انا حسأل اه الحج عامر بس سؤال اه بسيط جدا انا طبعا اتمنى ان محمد صلاح يفضل في في ليفربول. زي ايا. لان اه هو مش محتاج فلوس. اه اي نعم المبلغ اه اه مغري بشكل غير طبيعي. وحيدخلوا التاريخ. وحيدخلوا التاريخ ولكن في النهاية اه يعني هو عنده اللي يغريه. لكن صناعة التاريخ لا تقدر بثمن. صح. انا عايز اسأل بس الحج عامر. اه حضرتك بتقول ان القرار قرار محمد صلاح بس. واحنا عارفين ان محمد صلاح وراه مؤسسة. مؤسسة بتفكره مؤسسة بتقرر مؤسسة يعني بتفرض عليه بعض الحاجات. هل ممكن تفرض عليه مع المبلغ الكبير ده والمكاسب اللي حتاخدها. تفرض على محمد صلاح. الانتقال للدور السعودي. من وجه بنظرك كبير. لا ايا كانت المؤسسة اللي وراه. ما حد شيء ضر يضغط على لعيب ان هو يروح حتة معينة او يقدف في مكان معين لان هو الوحيد اللي هيبدأ جوه الملعب. المؤسسة دي مش هي العطش تلعب. فبليت يقول اهو مش مرتاح نفسيا. ام. انت حدثك لما بيتجيله الفترة اللي هو مش على وفاق مع الموديل الفني. او اي مستوى بمؤسس جدا من المصابي قل. فبالتالي لازم اولانه اخيرا المؤسسة دي كلها لازم حترجع له في الاخر. حتقول له كل الايجابيات وكل السلبيات لقراره. وفي الاخر هو نفسيا اللي بتجه للقرار اللي شايفه هو بالنسبانه مناسب في منحلة الاداء اللي ممكن يعديه. لان اللي هو اللي صنعه في الفترة. صح. المستوى لازم يروح للمكان اللي يقدر يأدي في نفس المستوى. صح. اللي هو قده في الفترة الاخيرة. ولذلك الصحف الانجليزية كأنها كانت بتكلمك وبتاخد رأيك. قالت لك صراح في الساعات الاخيرة. ابدى مرونة كبيرة وموافقة وضغط على مستشاريه تأثرا بالتقاليد الدينية. يعني لهم انا احس ان انا مرتاح لو رأت للسعودية. وكون مرتاح جدا لان انا محب المكة والمدينة. ويمكن انا شخصيا عبد الناصر انا من المشجعين الشريسين للوهدة السعودي. وفرحان جدا بالاداء اول مباراتين تلاتة صفر وتلاتة واحد. واداء رهيب للوهدة السعودي بشكل رهيب يعني عشان ليشان انا محب المكة. والوهدة نادي مكة. واصحابي في مكة. ودايما بعيش في مكة. ومن عشاق مكة. فانتخيل انت هج عامر. محمد صلاح ان نفسي كلامك من ساعتين. وده اصل تأول كبير. وبقي الامر في يد الله ثم ليفربول. يعني محمد صلاح. يعني الحقيقة طبعا انا ما سمعتش الكلام اللي قاله. كانت محمد صلاح. بس انا بتكلم بنفسية اي واحد مغضوب. صح. ونجمل لازم في الاول الاخير. ايه اللي حيفتاح له. صح. لانه مقدارش يضيع تاريخه. صح. ايه اللي لو راح في حتة. انما حتت الفلوس ما نكون في الناس اللي راحة دي كلها مش محتاجة الفلوس. عشان ان حد يونهم مش محتاجة فلوس لا. اه طبعا. لاش علاقة بالفلوس. صح. لان لو واحد عم عندوش طموح. اكيد هيبطر. صح. اكتفر. مش هيطول في الملائع. الناس كتير اشوفنا ريمالدو عنده كم سنة. وبيلعب اكد انه ولا زغير عايز يباين نفسه. والفرحة اللي لما بيجيبه الجون الفرحة بتاعته بتبقى قدي ايه في المباراة الاخيرة. صح. لكنه لسه بيجيب الجوان او عايز يبان او عايز يتنقل من حتة لحتة. لا الموهوب بيخاف على اسمه بيخاف على صمعته. صح. وبالتالي اه النجومية لها تمن. من تمن كبير جدا. فناتمنى ان الكابتن مهام الصلاحي ياخد القرار المناسب. يعني احنا لن ندعينه. انه ياخد القرار المناسب. بالنسبة له هو. لان ما اهم عندنا هو اداءه يفضل. وكمل تاريخه في القرى بنفس الاداء بتاعت الفترة من يوم ملعا. نتمنى ذلك الله يكون فعونه لان القرار صعب جدا. اه طبعا صعب جدا. بس عازه هو لك الحاجة. بقول ندعي له وربنا يوفقه. اه. وياخد القرار المناسب. يورجان كلوب زي ما كاتب الدكتور رحمد حموكشة بعيتلي. يمكن رأيه مهم جدا. وهو قال ليفربور رحيل ويعني رحيلي. خلي بالك برضي يعني كلوب كان واضح جدا. وده اللي اقد الامور في الاونة الاخيرة. ولكن يبدو ان رئيس نادي اتحاد جدا. مصمم ان يأخو الصلاح في يده الى الدور السعودي. لازم نعرف حاجة واحدة بس. اه. محمد صلاح لو راح للدور السعودي. انا ازن من وجهة نظر تكون حل المحطة الاخيرة لمحمد صلاح في الملعا. ده اللي كانوا بيقولوه له مرتشارين. بس الرقم كبير يا جماعة انا اكون اغنى لائف في العالم ده قصة تانية. صناعة التاريخ. اه. تاريخة شدة صلاح. انا عايزين نعرف بس قبل ما يمشي الاستاذ عين. لا لسه خلينا نتكلم بملفاتنا كفية صلاح. ايوه 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 هو الشخص ايه. لا مش عايز اقول رأيه الشخص لو عملت ايه. ما انا بقول له حضرتك. مستحيل حديد حتى مكان. ايوه هو صاحب رحيم. ايبدأ ايبدأ ايبدأ. لاني ده بنا ادم مش مكنة. هو اللي عارف. هو من ناحية النفسي بتاعته. حيادر يقدر يقدر فيه. صح. اه حاجة عامر خليني النهاردة يمكن قبل ما اخد رأيك في حاجات اه حاجة مهمة او حاجتين. عايز ابدأ من عندنا استاذ محسن جميل عشان نبه هادفين. استاذ محسن جميل النهاردة. ابدأ مرونة وهو رئيس مجلس ادارة لاندي مركز شباب ممية. كبيرة جدا في اللعبة على ملعبه. وقال اتمنى مساعدة الاتحاد وحضرتك شخصيا. ولديه المقدرة انه يساعد الامن بالتعاقد مع شركة امن خاصة. وانه يلعب على ملعبه بدون جمهور. لانه ده بيفرق معاه جدا جدا جدا. واعتقد وجود حاجتين زي دول. انه هو يجيب شركة امن تساعد الامن. ويتحمل مسئولياته المادية. ويشارك في الحماية. ده مهم جدا. وانت كنت دايما بتقول. مجلس الادارة اللي بيبقى قوي وفي ظهر الامن. بيسر علينا حاجات كتير. هل ممكن نساعده في ده? يعني المعايير عبد النصر بين اللي احنا بناخدها دايما. اه. اوقف الدور الممتازة او اي دوري في اي مسابقة. حتى الناشئين. ان النادي بيبعث الملعب بتاعه. اه. بنبعث للامن. وبنقول له الكلام ديت. الكلام اللي هو بيقوله النادي. وبالتالي بتعمل معاينة. الامن بيعمل معاينة. واحنا بنعمل معاينة فنية. من الملعب وغرف الملابس. الحاجات وغرف حكام. الحاجات اللي احتاجات المهمة الرئيسية لأي مباراة كرة القدر. اما الناحية الامنية. فهي اولا واخيرا موضوع امن بعد. ويمكن حضرتك عارف. والاخوة المحترمين مع حضرتك عارفين. انا تهجمت بالاسمين على الاهل ما يوحش الاسمعالية ليه. يا جماعة. الموضوع امن بحث. طيب المصري. يا جماعة برضو الموضوع امن بحث. مشيت من من المسابقات لمدة سنة. وبرضو نرس الكلام. ما حصلش تغيير على انا كنت بقوله. والآن دي برضو فضل ما بلعبش في الاسمعالية والمصري بلعب في برج العرب. فالموضوع بقول له حضرتك ان الموضوع امن بحث. انما لو فيه اه مساندة بعد المعينة الفنية وبدو ببعث للامن. اه هلقدر نتفاهم مع الامن بقدر الامكان. ونديهم الاتمأنان على الكلام من فيه شركة امن خاصة. انما في الاخر ما بحبش حد اتدخل في قرارات الامن ان هما اللي بتحملوا المسؤولية كمان. طيب. اه الاستاذ محمد صلاح رئيس نادي ديروت معانا. الراجل بيقول يعني على الرغم من اه برنامج اه اه ملعب الشمس تقدمنا بمقترحات اه اه يعني الى حد ما بنساعد في حل ازمة عزلة عنديت الشركات الغير لائحة وغير قانوني. وفيه استجابة من كل رؤساء الاندي حتى ضيوفنا في اللي ستوديو. قالك احنا ضد التمييز واحنا معا ان الشركات تقبف اماكنها او تتوزع اسب رؤية اتحاد الكورة. ولكن صديقنا محمد صلاح معاك هو على الهوى اه بيقولك لا انا ضد ان حد يجينا في مجموعتين الصعيد اه من 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 اي حتة تانية. فانا كان ردي طب المجموعات اتكمل ازاي? لما عندنا الترسانة ست مجموعات مؤترضة عليها. هل هذا كلام مميق يا حاج عامر? لا اه اولا اخيرا المجموعات ها ما بتتوزع بتتوزع اه بمعايير معينة وبما فيه اه الصلاح العام. اه بدون تمييز بين احد واحد من الاندية. لان اصلا من التحداؤ اللي رافض اي تمييز. وبالتالي يعني نتمنى ان هما الاندية تنتظر لغاية الازواء الجاي ان شاء الله. هتطلع المجموعات بشكل نهائي. عمشان نعمل القرعة. بشكل نهائي. وبالنسبة الجدوى للعشرين. ان شاء الله على يوم الاتنين. هيكون الجدوى تطلع بالتواريخ والمواعيد والبداية والنهاية. وكل الامور اللي حضرتك اتكلمت فيها انبارة. وانت كان بتسأل عليها انبارة. فكل الامور هنمشي على معايير في حيط التوزيع الاندية. مش هنيجي طبعا مضر حد ولا هنشتغل لخاطر حد معين. كل الاندية زي بعض ان شاء الله. ان شاء الله هنعمل ما في الخير يعني ان شاء الله. يعني العصفورة قالت لي ان بنسبة تسعين في المية دور المحترفين او دور العشرين او المجموعة الاولى في القسم التاني غالبا ممكن يكون على سبعتاشر تسعة. هل اه؟ اه كلام ده مضبوط لان دور المجموعة الاولى اه هيبدأ بدري عن المجموعة الستة عشان اه مبارايتهم افتر من المجموعة الستة فبالتالي نازم ندي فرصة عشان ما يبقى فيه تصوير في الآخر يبقى شفيه مساحة زمنية كبيرة بين النهاية المجموعة الأولى ونهاية المجموعة الثانية. اصلاب نصر بعد اذن قادرين نسا خراص بس احنا عايزين بس الاعداد يكتب لنا عاكن كل الناس بتتبع الحق عامر معانا سبعتاشر تسعة انطلاق دور العشرين باذن الله تعالى او المحترفين به او القسم الثاني المجموعة الاولى سبعتاشر تسعة ان شاء الله باذن الله. دور دور المجموعة الستة هايبدأ امت لا ام هو الحق عامر. تصور يعني تصور مبدئ. تصور مش اتأخرا من عشر لربعتاشر يوم بعضهم ان شاء الله يعني اسبوعين كمان. يعني ممكن على اول عشرة. نقول على واحد عشرة. تما كده المسافات بعيدة يا حق اه حق عامر. مسافات بعيدة اوي يعني الدور بتاعنا هيخلص بدري اوي قبل الدور بتاعهم. مدام حضرتك بتقول هيبقى فيه تلاحهم مباني الدور المحترفين ودور القسم الثاني. يبقى المفروض ان دا يتأخر على الاية اللي يبدأ في نص اكتوبر. لا لا بقى ان شاء الله ان في مساحات تانية حتى تتعامل في كاس مصر عندنا. اه برضو بنفكر جدية ان شاء الله. بس حارب على المجلس. ان احنا نعمل اه كاس اله الربطة او ما ما يسمى ازاي الربطة. اه هي. لانديت القسم الثاني. مع بعض المجموعات كلها المجموعة الاولى والمجموعة التانية. يتعمل لها كاس برضو خاص بيها. حلو ده. اه بخلاف كاس مصر. دي جديدة دي جديدة خلي بالك لحظة بس انت دلوقت قصفت جبهة اللي قال لك هي عبد انت 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 انصفت لنا. انت تنال في لا ايه ما شتميتني على صفقتي. ربنا مش عايسي بك. تحنا عم بطل من شهر تلاتة. يعني ده قصف جبهة على الهوى. يعني حقاك بتعلن عن مقترح جديد. في فترات الفراغ يضمن. ان اللعيبة والفرق ما تنامش بدري في البيوت. لا لا مستحيل احنا لعيب كورة يريح بدري. بينفعش في. ولا علميا ولا فنيا. ان نقعد لعيبة في البيت من بدري من شهر اثنين ولا شهر ثلاثة ده مستحيل يحصل يا ان شاء الله. والاشتراك اجباري حج عابر برده. الاشتراك هيبقى في المسابقة يا جباري. ما هو زي كاس مصر. طب واحنا كده يبقى انظم تقليل عدد. تقليل عدد. كاس مصر مش اجباري. اختياري. لا تقليل عدد. اختياري. اختياري. هو واضح بيقولك زي كاس مصر. تمام. يعني هايبقى له مسلا. كاس مصر مش اجباري. اه 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 اه. مش كل بيشترك. ما دلوقتي انت الاستاذ محسن جميل متبني فكرة من اول الحلقة انه سعيد جدا بالمجموعتين وقصر الموسم. في اندية بتقول لك ده تخريف في القورة. انت النهاردة انا بشكرك لاني دايما الرهاني قل تصبروا. اهو مفاجأة من الاير السقيل استهداس بعض الحاجات لعشان ده موسم استثناء انكم الناس بتفكر صاح او برا الصدوق. انتو عايزين تهاجموا خلاص. اهو دي مفاجأة الراجل اهو فجعنا بها كلنا. انت عايز تشترك اشترك مش عايز تشترك ما تشتركش. تمام. مشكلة عبدالناصر بيه اننا في في شغلي يعني في المسابقات بتشتغل مع عندي لها ظروف مختلفة. اهو. في ناس بتبقى فرحانة معنداش الامكانات عايزة تخلص الدول ان شاء الله في شهر شهرين. ويبقى عمل اللي عليه وخلاص. عشان يوفر الفلوس ويوفر الحاجات ده كلها. اه. في ناس بتفكر في حتة الفنية. عايزة مباراة كتير للعيبة. وليها تخطيط المستقبل. اه. في ناس اه. تالتة. عايزة المدربين. مش عايزين اه. يبطلوا بدري. اه. علشان في بعض الامضية بتوقف المرتبات اول ما المنسم ينتهي. ما بديش المنسم كله او السنة كلها. اه. اللي اعود بتاعياتهم ازاي اللعيبة. فانا كل الامور ديت انا عديت عليها وقدت مدير كورة وقدت لعيب قبل مدير كورة. وتعملت مع عندي متوسطة وعندها كبيرة وعندها صغيرة من حيث الامكانيات فبالتاني بيحاول بقدر الامكان اننا واسطا بين الامور دي كلها والظروف المختلفة لالاندية المختلفة ربنا يكرمك جدا رستيد محمد صلاح لسؤال بيقول لك ست مجموعات في قسمة التاني المجموعة التانية نهائي لا رجعت فيهم ولا فيه كلام نعم يعني المجموعة ألفوا به الاولى والتانية والتالتة يعملوا ست مجموعات بيقول لك فيه امل ان يجبه تلاتة بس ولا خلاص ألفوا بنهائي لا لا نهائي ألفوا بنهائي ألفوا بنهائي المستشار نادي ربيع رئيس نادي بني مزار بيسأل حضرتك هل سيكون هناك نظرة مادية من خلال النسب تقدر الاندية الشعبية اللي زي بني مزار تقاوم نادي زي ديروق مجلس إدارة ذاكي جاب سيراميكة فبقي في مكانة أفضل من حيث الصرف الظروف المادية دي كلها يمكن حضرتك عارف ان الملف المال يزود بيبقى الأستاذ جمال علام شوية إنما طبعا بندي الرأي في المجلس إنما لازم طبعا نبقى الفروق إنما نتمنى ان كل الاندية يعني تتعب وتبحث وتجيب موارد لأن حضرتك عارف ان دلوقتي الكرة خلاص هي الصناعة الصناعة ولازم الناس كلها تتحرك ومحدش يكتفي في النادي جماهيري ما يكتفيش إن هو النادي جماهيري لازم يتعب ويشوف موارد الاندية في ناس دلوقتي كتير بتبيع الاندية بتاعتها لشركات وفيه في النشيين حضرتك عارف المستثمرين بروح ياخدوا مراحل سنية عندها كبيرة عندها دور ممتاز وده كان الغريب يعني إنه يروح ياخد المراحل الزوجية وفيه عندها دور ممتاز بيعوا القطاع النشيين كله لمستثمرين يعني كل نادي بيفكر التفكير بيضاعه لأنه كل واحد لو فكرنا كلنا تفكير واحد مش معقولة يبقى كل مجالس الإدارات بتاع تمامية نادي في مصر اللي حاجة كلهم نفس التفكير فكل واحد بيهي ظروفه وكل واحد بيعالج الأمور بتاعته بناء على ظروفه هو فبالتالي طبعا من الدرش يعني تحط يعني خريطة واحدة اللي عندها كلها الأمور كلها مختلفة طيب الأستاذ شريف صبري المخرجنا المتعلق في النين للرياضة بيقول لحضرتك هل هناك إمكانية أن يلعب دور المختلفين على ثلاث أيام ويبقى الساعة 2 و 4 و 6 ثلاث مباريات مثلا بالتناوم حتى نستطيع أن نستمتع كمقترح بدل من اللعبة في توقيت واحد ولو حتى في البدايات قبل المنافسة الأخيرة ولا ده صعب ولا ممكن يدرس ده لو من مصلحة من المصلحة المادية للأندية أعمل أي حاجة مفيش مشكلة لو من مصلحة الأندية لو حتفرق مادية مع الأندية أو في حد حينقل المباريات وعايزين الشكل دوت طبعا أعمله لأن حالتك عارف حتى في أسبانيا مباريات مادريد وبرشلونة فيه أوقات بيعملوها ساعة 12 الضهر علشان توقيتها لما يبقاوها في الصين يبقى معاد مناسب للجمهور اللي في الصين فلو دي كلها أمور تسويقية وأنا بطوع المسابقات والمواعد بناء على أهميتها من الناحة التسويقية فإحنا عندنا من المرونة الكافية إن أنا أجابة الأمور ديت لو حتقود بالنفع للمصلحة التسويقية لأي مباراة أيضا فيه مقترح مننا هنا في الشمس عبعاته لحضرتك إن الأفضل تسويقيا إن يتلعب ثلاث أربع خميس جمعة المحترفين في يوم والثلاث مجموعات كل مجموعة يوم اللي هو القسم التاني المجموعة التانية لأن ده أفضل تسويقيا وأفضل في البيع فلو ده فيه إمكانية إنه ممكن يتعامل سيفيد الإخوة في المتحدة وسيفيدنا كمشاهدين إن إحنا نتابع الدور بشكل منتظم وعارفين أيامه وإن ممكن يبقى عندنا أوبشن يساعد برضي على بيع أكتر للي عايزيها المباراة كاملة لإحنا في الشمس مش عايزيها مباراة كاملة ولسه مش عني عرف عني عمل إيه ولكن لو في مباراة لو لعبنا مثلا تلت مباريات لعبنا العشر مباريات مثلا مبارتين أو مباراة الساعة اثنين ومزيهم الساعة اربعة بعدها بساعتين وزيهم ستة أفضل منلعب في وقت واحد لأن الناس أتب منتظرة مكادي والنجوم مثلا وبعديها غزل المحلة وشبين بعدها كذا فياريت لو نقدر نعمل ده هيساعد في فنوس أكتر والله يا حاج عمر ما نقول لحضرتك أي حاجة هتساعد على التسويق المباريات أنا معاه ونمرة اثنين أنا بشوف الملعب هل الملعب مضاقة لما تنقل في الشتاء المغرب الساعة خمسة فلازم تعمل هل الملعب دي مضاقة يعني لدي عنده إضاقة وعايز يلعب بالليل هلعبه بالليل مش هنعمل زي الأول إن كله لازم يلعب الظهر وكلام ده تمام إحنا بنطور يعني في أندية كتير عندها أضواء زي نادي الترسانة مثلا الترسانة عايز يلعب بالليل المشكلة يعني من الوقت مناسب محمد صلاح ديروت تسعين في المية يلعب في بني سويف عنده إضاقة لو عايز يلعب بالليل يلعب ما نقول لحضرتك حتة الموعيد خلينا نستمتع يا جماعة بالكورة والدورية يعني حتى الأستاذ جمال أبو المكارم مخرج البرنامج بيقول لك برك الله فيك ده مهم جدا إننا لا تسمعوا لأن ده خروج بعيدة عن القالب المألوف إن إحنا نفسينا نشوف ثلاث مباراة ورا بعض محترفين فده يقول لحضرتك عنا عامل عبد النصر بيه زي الدور الممتاز الممتاز بنعمله على ثلاث مواعيد عشان النقل والناس كلها تتفرج على على كورة صح وبالتالي زيان ده عنا حضرتك بدأ بمشي في الشارع دلوقتي الناس بتقول لإحنا بقى لنا صهري ما فيش كورة إحنا زقانين صح صح ولما كنا بنلعب بنلدم المسلمين مع بعض يقول لك هاي يقول له حرام عليك اللعبة عايزة تريح وإحنا عايزين نريح صح نتمنى إن شاء الله إن إحنا نبقى مرفقين صح نبدأ نحط المواعيد المناثة المواعدون هما في الجماعية العمية اللى تتناسب مع يشيلوا لسعاف والتسويق الامور التسويق طيب سيادة المستشار نادي ربيح آخر سؤال عشان الوقت بالنسبة وعدتولى في الجماعية العمية ريس باللي يعفى لسعاف وللتحكيم وده ما حصلش لا أصبح أقول تاني حصل وعد في الجمعية العمومية الأخيرة إن اتحاد الكورة عايشين لو يتحمل نفقة الإسعاف والتحكيم هل في إمكانية إن يبقى على الموسم الجديد لأنه محصلش قبل كده التحكيم من درجة كامل الممتاز بيه الممتاز بيه القسم التالي ما مندفعش احنا تحكيم لا أنا مكلم على الإسعاف 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 حاج عامر الإسعاف ده كان فيه اتفاق كان أستاذ جمال عاملوا مع مع شركة معينة على إن هي تسين موضوع عربيات الأسعاف إنما معرفش أقول ما وصلوا للايه الحقيقة لأن الملف المالي دوت أنا ما بخشش فيه كتير فبالتالي إن شاء الله لو فيه طبعا إمكانية للكلام دوت الموضوع حيب أسهل يعني عاملت الأسعاف هو عاملتاً ده في حوارنا مع الأستاذ جمال علامل إن أنا عارب إنه كان بيكلم هيئة الأسعاف وكان بيكلم شركة قضاء خاص عشان يجيب عرض وكان عامل ميزانية هو أنا قال لي في حدود من خمس إلى ستة مليون جنيه الموسم كله فقال أعرض بس تخلص الاتفاق وأعرض على مجلس الإدارة ولو قدرنا نوفر المبلغ من مواردنا في اتحاد القورة أن نوفره وده يب إهداء لنا للأندية مش عشان خطر توفير فلوس عشان نضمن عربيت إسعاف مجهزة تروح كل المباريات طبعا ده موضوع مهم موضوع عربيت الأسعاف دوت حيث أن اللي حد تطلع والشروط هي بتنصي لازم على ضرورة عربيت الأسعاف حرصاً على أرواح اللاعبة والموجودين في المباراة وأكيد طبعاً لو الموضوع كده أكيد مجلس الإدارة كله مش هتأخر والأستاذ جمال مهتم بالموضوع دوت وبيحسبها طبعاً حالتك عالف وقتاً من هنا عبد النصر بيه هو الملف ده كلمني فيه بتركيز وفيه مفاجأة عيالينها يعني حتة المادية دية فهو ببحاريس قوي فيها صح وده إيه قوي فبالتالي الملف ده مع جمال بيه علام فهو طبعاً إن شاء الله كل الأمور تحلم بها والجموع الجاي حتعلق على مجلس الإدارة عشان يطلع بيه قرار نهائي صح صح ابنصر تسكين المجموعات بآخر سؤال معاش تسكين المجموعات تمي بشكل نهائي؟ لا ما هو آل في البداية لا 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 ما فيش مجموعات بشكل نهائي ده ده مقترح مننا يا جماعة أرجع وأقول والله مقترح مننا قدمنا للراجل قلنا له لو ممكن نساعدك فالراجل اللي بينظر إلى مقترحنا وعلى فكرة في أندية تانية قدمت مقترحات وفي برامج تانية قدمت مش أنا بس كل ده تعاون مع الاتحاد وأنا بشكر كل من يقدم فكرة ويتعاون الاسنين القادم وأنا أتمنى برضو عبدالنصر بيه برضو إن أي حد عنده اقتراح أو بذل ما نقعد بالنقش وكذا في كلمتين على الهو والناس بالشوشر على بعض يعني بعته مكتوب للاتحاد عشان ناخد فيه قرار ويتدرس كويس وناخد فيه قرار السليمي ويرات يا حج عامل بس طرعه التوزيع الجغرافي ده مهم جدا بالنسبة للأنديية إن شاء الله خيري إن شاء الله سعد نصر آخر حجم علش فضل الإجراء علشان ألعب في بني مظار ألعب في مطاوي الإجراء لحضرتك لاتحاد الكورة ولا للمدير الأمن المينية لا حضرتك بتبعاتك ونحن نبعك للوزارة الوزارة بتبعات المديرية الأمن المختصة وبيبعث لنا الردود يعني أنا خاطب اتحاده بكورة إنت حضرتك عندك العلاقات إنك أنت بتروح لمديرية الأمن ويجيب الموافة الأمن على طول ده بيبقى سهل الأمور إنما ما فيش حقيقة بتبعاتلي لو ما قبروش منك الجواب بتبعاتي بنبعات للوزارة الوزارة بتبعات للمديرية بتاخد رداء بيعملوا لجنة اللجنة بترد على الرزارة الرزارة بترد على الاتحاد تمام شكرا حق عامر النهاردة كنت حقيق موجود ومعالي وزير الشباب ورياضة الدكتور أشرف صبحي ومعالي اللواء محمد شريف محافظة الإسكندرية وجمال بي علام رئيس الاتحاد المصري لقرة القدم في افتتاح تصفيات بطولة شمال أفريقيا بالإسكندرية وكالآدى الإسكندرية دايما بتقدم لنا نموذج رائع في التنظيم وزي ما قريت في كل وكالات الأنباء أنه كان افتتاحا رائعا ومتميزا ومعانا الصور عن هواء يعني الحمد لله مصر دايما بتستقبل البطولات بشكل مفاجئ والحمد لله بننجح فيها وزي ممكن حصل في البطولة الأفريقية 2019 والبطولة دي كانت من المفروض أن هي في الجزائر واتنقلت على طول ويسمى السيارة الإسكندرية فإحنا الحمد لله عندنا الكوادر في إسكندرية وعند مجموعة من الشباب كانوا شغالين معنا في 2019 وشغالين في شهر 3000 في بطولة الأفريقية التصفيات 2003 للشباب فبالتالي عندنا مجموعة جاهزة أنا محضرة طبعا كان تم تكوينها في منطقة إسكندرية مجموعة من الشباب على أعلى مستوى ويحبوا مصر بقى على أعلى مستوى فبالتالي الاتحاد شمال أفريقيا الحقيقة كانت الكلام اللي قالوه على مصر حاجة مشرفة جدا في المؤتمر كان بتاع مبارح في المؤتمر الفني الكبير مع كل الأربع فرق الموجودين واللجنة الكاملة بتاعت الاتحاد شمال أفريقيا الحقيقة حاجة يعني حاجة مشرفة جدا يعني إحنا هما بيتكلموا حقيقة على إمكانية مصر وعلى التنظيم في مصر أفتر نحنا بنشيد بحاجتنا لإن إحنا للأسف متعودين إن إحنا مش عارفين إيمة الحاجة اللي في قدينا وإيمة الأمن اللي موجود عندنا وبنقعد ننقط بس إن إحنا عندنا حاجات الناس شايفينها وبيجوا بره بيجوا شايفينه وبيعملوا مقارنة إحنا المقارنة في الصلاحنا الحمد لله يعني زمينا الأستاذ أحمد عبد العزيز مدير مكتبنا في اسكندرية بيقول لي يعني الفرق المشاركة كلها زي ما انت قلت يمكن النهاردة كان حاضر برضي عبد الحاكيم الشلماني رئيس الاتحاد شمال أفريقيا والله هو حلم مشهور والدكتورة دينا الرفاعي والأخ المحترم الأستاذ وليد العطار ومحمود الهمامي مدير التنفيذي للتحاد شمال أفريقيا وكان الافتتاع أكثر من رائع وكمان بالمناسبة تعامل احتفالية تاريخية والمنطقة كمان في اسكندرية يوم الاثنين بمناسبة مرور مئة سنة على إنشاء منطقة الاسكندرية لقرة القدم اللي هي أعرق من دول كتير جدا في المنطقة عربيا وإفريقيا لحاجة عامل أكيد طبعا الموضوع دوت محدش حس به خالص ويمكن أشغال فيه من شهر بس في حدود طبعا إمكانيات المنطقة اللي موجودة إنما عاملين حاجات كويسة إن شاء الله تبقى مفاجئة للناس وبندوا كل واحد حقه في تاريخ اسكندرية من الكرة المصرية واللي ساهموا في الكرة المصرية من اسكندرية من كدامى اللاعبين وإداريين ومجاربين وده كثرة كل المنظومة اللي قدت لمصر عن طريق وخارجها من محافظة اسكندرية كل واحد يجب ندي له حقه بعد 100 سنة الحقيقة وأنا بشكر طبعا عن الوزير الشباب الرياضة إن هو النهاردة أكد إن هو يبقى موجود في المقاوية إن شاء الله يوم 28 وكذلك محافظة اسكندرية حيستقبل المقاوية في استاد اسكندرية لأن طبعا مش هنلاقي أحلى وتاريخ استاد اسكندرية على مقاوية منطقة اسكندرية فنتمنى إن شاء الله يطلع يوم موافق ويبقى مثال إن شاء الله كده واعلان على تاريخ قرية القدم المصرية وتاريخ التعويض اللي زي ما حضرتك قلت لفوق دول كتيرين ويشرفنا جدا جدا إن إحنا كمان نصور الحفل هنا في الشمس وبشكرك على إنك إنت من احتنى هذه الثقة وإن شاء الله بإذن الله نقرض ملخصات للحفل بالشكل الذي يليق باسكندرية وأهل اسكندرية وتاريخ اسكندرية وكالعادة يعني إذا كانت أنا الحقيقة من خلال حضرتك برضو بعد كل المناطق مصر والأندية اللي تحب بتاعها طبعا يشرفنا حضورها والمشاركة في المقاوية منطقة اسكندرية أو فرع اسكندرية لكورة القدم إن شاء الله وكالعادة حق عامر ستظل أنت في نظري منقذ للأزمات والورطات اللي تعرضنا لها خلال السنوات اللي فاتت وبقول لك مبروك الانتصار مش فحرب لا وإنما مستقبل الكورة المصرية انتصر مع كامل الاعتذار لكل من اختلف بالفعل انتصر مستقبل وتيار الإصلاح وعايز أقول لكم اللي جاي أفضل ومن سنة لسنة بإذن الله عنفضل لما كنا نتمنى من القاع وحتى القمة ربنا يبارك فيك حق عامر ومشكرك على هذا الحوار الخاص شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا حق عامر حسين